لماذا شرع الفطر في السفر وأذن الله بالفطر للمسافر دفعاً للمشقة السفر مضنة مشقة يعني هو موضع يحتمل فيه حصول المشقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فمن قضى نهمتها أو حاجتها فليعجل إلى أهله فإن السفر قطعة من العذاب وهذا يبين أن العلة في إباحة الفطر في السفر هو ما يقترن فيه من المشق عادة